أكدت هيئة الوطنية للانتخابات العمل بشكل متواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية وخلال اجتماع عقدته الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة أشارت الهيئة إلى استعراض نماذج المحرارات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفاتها وذلك منذ بداية الاقتراع حتى نهايته وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها كما استكمل مجلس إدارة الهيئة مناقشته في شأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وكذلك التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات والإعلان عن موعدها قريبا في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن إلى ذلك وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات برتكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد بهدف تنظيم وتسهيل عمليات نقل مواد ومستلزمات العملية الانتخابية في عموم الجمهورية من خلال هيئة البريد